السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في كورس الأسئلة الشائعة عند الأطفال بداية أحب أتقدم بالشكر لمنصة رواق علشان أتاحت لي فرصة تقديم الكورس وأحب كمان أشكركم لأنكم اشتركتوا في الكورس ووصقتوا فيه أتمنى أنكم تستمتعوا بي وأنكم تستفيدوا منه في الأول الحلقة دي هتكون عبارة عن مقدمة هنعرف محتويات الكورس وهنحك شوي في العصر الماضي الزمان كان الأبوان هم مصدر المعلومات الوحيد للطفل وده بيكون في مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي من أول الميلاد لحد المرحلة الابتدائية أو التعليم الأساسي وبعدين بيجي دور المدرسة لما بيدخلها الطفل فبتكون هي المصدر التاني بجانب الأساسي الاتنين مع بعض بيكونوا في مرحلة المدرسة هما المصدر للمعلومات لحد ما بيوصل الطفل لمرحلة المرحق فبيبدأ يبحث عن مصادر تاني يثبت بيها شخصيته أما لو الأسرة كان فيها جو حب وأمان فده بيخليه يصق في معلومات والده العصر الحديث وهو عصر الانفجار التقني والإعلامي أصبحت المعلومات كتيرة وسريعة منها الحقيقي ومنها المخشوش وأصبح الأبناء يتفوقون بمراحل على أبقهم وده عجد الموضوع وخلت تربية مسؤوليتها متضعفة ناس كتير بتشوف الأطفال عبارة عن علامة استفهام حية من كتر ما عندهم حب كبير للمعرفة والاكتشاف وطبعا الأباء بيكونوا مجغولين وده بيحرم الأطفال من فرص عظيمة للتعليم ومن فرصة لنمو الجانب العقلي عندهم الكرس بتاعنا هينقسم لقسمي أول حاجة قسم نظر وده هيكون عن التربية وقسسها ومبادئة وهنحكي ليه بنهرب من أسئلة الأطفال إيه أنواع الأسئلة ليه الأطفال بيسألون كتير القسم الثاني هيكون قسم عملي وده هيكون إزاي نجاوب بطريقة صحيحة عن الأسئلة الشائعة اللي أغلب الأطفال بيسألوها بسم الله الرحمن الرحيم يلا نبتال قرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر